اشتركوا في القناة تراوحة درجات الحرارة اليوم بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي في تونس العاصمة سجلنا 27 بالجنوب تراوحة بين 31 و36 درجة احوال الطقس من خلال تسلسل سوى القمر الاستنائي كانت سحب كثيفة في كامل مناطق البلاد خاصة في الشمال مرفوقة ببعض الامتار المتفرقة والمؤقتة العادية يتواصل وجودها بقية هذا اليوم في كامل مناطق البلاد وتكون مرفوقة ببعض الامتار المؤقتة العادية بالشمال درجات الحرارة لهذه الليلة تراوح بين 15 و19 درجة بالمناطق الغربية وتكون بين 19 و23 ببقية الجهات في الجنوب تراوح بين 21 و26 درجة غدوة ان شاء الله درجات الحرارة تحافظ على نفس المستويات والطقس يكون مغيم جزئيا في كامل مناطق البلاد ويكون اكثر كثيفة في الشمال الغربي والوسط الغربي توصل 29 درجة في تونس ونابل 30 درجة بزغوان 28 ببنزارة وباجة وجندوبة 27 بالكاف وسيليانا والقصرين 30 درجة في سيدي بوزيت 31 بالقيروان 29 في كل المسوسة والمناستير والمهدية 28 في سفيقس وقابس 32 بمدنين 33 بتطاوين الرمادة 34 36 ببرج الخضرة 33 في كبلي 32 في توزر 30 درجة بقفصة فيما يخص الملاحة والصيد البحري يتواصل الاعلام برياح قوية ويهم شمال تونس وشرق تونس محليا الريحة تكون 40 عقدة وتكون شمالية غربية في خليش تونس ومنطقة سيراتة الريحة تكون شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها تكون بين 15 و20 عقدة تزيد تتقوى فعليتها وتكون بين 15 و25 عقدة والبحر يكون مضطرب في خليش الحمامات الريحة تكون شمالية شرقية سرعتها تكون بين 15 و25 عقدة والبحر يكون مضطرب في خليش جابس ومنطقة الشابة وجربة الريحة تكون شمالية غربية فجنوبية شرقية سرعتها تكون بين 10 و20 عقدة والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب درجات حرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نويق شط 36 درجة دار البيضاء 27 الرباط والجزائر 26 درجة مع بعض السحب ترابلس 30 القاهرة 37 مدينة المنورة 43 و41 درجة بمكة المكرمة الدوحة 39 أبوظبي 41 أربعين بالكويت دمشق 34 31 في بيروت عمان 33 38 في بغداد و32 درجة بالقدس الشريف بالنسبة للبلدان الأوروبية أمتار رعدية باستنبول نلقا 28 حداش بموسكو تقسي كون ممتر أثينا 30 فيينة 22 روما 27 أمستردام 18 درجة مع بعض السحب برلين 19 وكوبنهاجن 20 درجة تقس ممتر في لندن نلقا 20 بيريس تقس فيه بعض السحب 21 درجة 17 في ستوك هولم جناف 21 19 في بروكسيل مارسيليا ومدريد 27 درجة مع بعض السحب والأشبونه 26 درجة وتقس يكون صافي أحوال التقس بالنسبة للليمات الجاية يوم الإربعاء إن شاء الله درجة الحرارة باش تتراوح بين 28 و31 درجة في الشمال والوسط تكون بين 31 و35 درجة ببقية الجهات تكون هناك بعض السحب في أغلب مناطق البلاد تتكاثف مع بعض الأمتار في أقصى الشمال الريحة تكون من القطاع الشمالي بشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة في كامل مناطق البلاد والبحر يكون قليل الاضطراب في كامل مجالاتنا البحرية يوم الخميس درجة حرارة باشتعرف ارتفاع طفيف يتواصل التقس كثيف السحب خاصة في المناطق الغربية والشمال الريحة تكون من القطاع الشمالي بشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة في كامل مناطق البلاد والبحر يكون قليل الاضطراب في كامل السواحل أوقات الشروق والغروب الشروق إن شاء الله غدوة يكون على الساعة 6 و5 دقائق والغروب على الساعة 6 و19 دقيقة لمزيد من الاستفسارات تنجموا تزوروا الموقع الخاص المعهد الوطني للرزد الجوي نجموا تبعطوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي 88-40-4 أسفار وسهرية ممتعة للجميع مع بقية برامجنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر